ارتفاع حالات الشفاء بكورونا بأسف إلى 687 حالة و38 حالة فقط تتابع العلاج الاستلاء على مساحة كبيرة من غابة العرعار بأسف وضمها لمشروع سكني 12 سنة سجن نافذ في حق قابل سابق للجمارك بأسفي ومراكش الشباكة الوحيدة الإلكترونية منصة مخصصة لإداعي ملفات طلب الإعانات الفلاحية وفي الرياضة اقتراب موعد انطلاق بطولة الهوات وتأخر إجراءة حاليل الطبية لفرق الهوات بأسفي والي مراكش يعين ردوان حنيش رئيسا للجنة المؤقتة لتسيير الكوكب المراكشي نشرة الأخبار من صفيقود أهلا بكم ارتفع رقم متعفين من الإصابة بفاروس كورونا مستجد بإقليم أسفي إلى 687 حالة تتشكل النسبة الأكبر منها من عاملات تصبير في وقت يتابع فيه 38 مصابا علاجهم بمدينة بنغرير ويأتي ذلك بالموازات مع كشف التحاليل المخبرية أول أمس الأربعاء عن إصابة عنصرين جديدين بأسفي بفاروس كورونا المستجد ضمن حملة التحاليل الاحترازية التي شرع في القيام بها ويسجلت التحاليل أيضا إيجابية إصابة مستخدمين بشركة للمناولة بالمكتب الشريف للفصفات بعد أن كان قد أعلن سابقا عن تسجيل إصابات ما بين الموظفين الرسميين ومستخدمي شركات المناولة سفجأ العديد من المواطنين بأسفي بالاستلاء على جزء كبير من غابة العرعار شمال أسفي وضمها إلى مشروع سكني تسييج الغابة خلف صدمة لدى الأسفيين الذين كانوا يمنون النفس بإعادة الاعتبار لها بعد التهميش الذي طالها والذي تحولت من خلاله إلى مطرح للنفايات لنتابع في هذا التقرير مع أبراهيم بالهردي في أسفي في مدينة المتناقضات ومدينة السيبة والتسيب هنا فقط يمكن للملك العمومي أن يتحول إلى أمر مستباح يمكن الاستلاء عليه وبتزكية من سلطات المدينة بأسفي المدينة التي تأن تحت وطأة التهميش يمكن للعمالة ومعها الجماعة الحضرية أن يتفرج على الاستلاء على غابة العرعار وأن يتم تصوير جزء منها وتحويله إلى ملك خاص لأصحاب مشروع سكني لم يكفي مسؤولي أسفي ما تعيشه غابة العرعار من تهميش وتحويلها إلى مطرح للنفايات بل سارعوا إلى التخلص من عبئها ومنحها هدية لأرباب مشروع سكني أمام أعين قائد المنطقة وأمام أعين رئيس الدائرة وأمام أعين أعوان السلطة وأمام أنظار العمالة وتفرج الجماعة الحضرية تم تسييج مساحة كبيرة من هذه الغابة وضمها إلى مشروع سكني في صور ترسم فعلا أن آسفي سائبة وأن بإمكان أصحاب المال والنفوذ شراء الأخضر واليابس في آسفي أصبح كل شيء مباح وأصبحت سيبة الاستيلاء على الملك العمومي عنوانا بارزا لاستقالة مسؤولين بالعمالة ومنتخبين ببلدية آسفي من مسؤوليتهم ننتظر فقط أن تحل لعنة السماء قضت محكمة الاستناف بمراكش اليوم الأربعاء بإدانة القابضة السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش بـ 12 سنة سجنا نافذة وغرم مالي قدرها 100 ألف درهم المتهم والذي سبق له أن تقلد المسؤولية بمدينة آسفي قضت في حقه غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال في الدعوة المدنية بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية وتبع المتهم في حالة اعتقال باستجن لدايا بمراكش من أجل جناية الاختلاص وخيانة الأمانة الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضاية القانون الجنائي وذلك بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي تحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها في هذه القضية وسبق لعناصر الشرطة الدولية أن أوقفت المتهم بأحدى المدن الأوروبية خلال شهر يوليوز من السنة الماضية وذلك بناء على مدكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مؤخرا منصة إلكترونية مخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات تحت مسمى شباك الوحيدة الإلكتروني وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه المنصة الإلكترونية تهدف إلى الحفاظ على استمرارية ودينامية الاستثمار في القطاع الفلاحي وتسهم فعليا في تسهيل مسترة إيداع ملفات طلب الإعانة من طرف الفلاحين وتقليص تنقلات الفلاحين للشبابيك الوحيدة وتدبير أفضل لوطيرة إيداع الملفات لدى الشبابيك الوحيدة بالنظر لحالة الطوارئ الصحية بالبلاد وأضف المصدر ذاته أنه بذلك يمكن للفلاحين إيداع ملفاتهم لطلب الموافقة القبلية أو طلبات الإعانة عبر واجهة رقمية مخصصة تمكنهم من تسجيل جميع المعلومات وإرفاق الوطائق الضرورية لمعالجة ملفاتهم ووفق البلاغ تظل النسخة الورقية للملفات الزامية بحيث تمكن من التحقق من معطيات الملفة الإلكتروني ويمكن إرسال النسخة الورقية عبر البريد وذلك بهدف تقليص عبئي تنقل الفلاحين إلى الشبابيك الوحيدة وفي الرياضة مع جواد الرجراجي اقتراب انطلاق موعد بطولة الهوات وتأخر إجراءة حالي الفيروس كورونا لفرق الهوات بأسف ولمراكش يعين ردوان حنيش رئيسا للجنة المؤقتة لتسيير الكوكب المراكشي تعذر عن نادي وفاق أسف الكرة القدم ورجاء الظهور لكرة القدم النسوية إجراء التحليلات لفيروس كورونا المستجد قبل 15 يوليوز من أجل استئناف ما تبقى من البطولة وذلك رغم توصل المندوبية الإقليمية للصحة بمراسلات من كل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعصبت دكال عبد لكرة القدم مما قد يؤثر سلبا على المرضود النفسي والبدني والتقني لللاعبين ومع اقتراب موعد انطلاق المنافسات الكروية الذي حددته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم 15 غشة المقبل تبقى لحدود هذه اللحظة هذه الفرق من دون تحاليل وفي غياب تام للتداريب هذا وبعد طول الانتظار استجابت السلطة المحلية لأحد طلبات نادي الوفاق الرياضي لكرة القدم وتم بذلك تعقيم ملعب الأب فرج ومستودع الملابس ومستودع الحكام والمدرجات ومقر النادي في انتظار الاستجابة لباقي الطلبات الأخرى في أقربي الأجال وفي خبر آخر اختار كريم قصي الحلوة لمراكوش رضوان حنيش لرئاسة اللجنة المؤقتة التي ستتولى تسيير الكوكب المراكوشي إلى غاية انتهاء الموسم الجارية بعد أن رأى في مشروع إمكانية لأعادة هيكلة الفريق ويتأجل بذلك الجمع العام الذي كان مقررا انعقاده يوم 28 يوليوز الجارية إلى غاية رابع شتنبر المقبل بقاعة الندوات بملعب الكبير لمراكوش وفتح باب الترشيح يوم 24 من الشهر نفسه حسب نظام اللائحة على أن يكون المترشيح مستوفيا لشروط العضوية ويحضب أكثر من خمسين بالمئة من دعم المنخرطين هذا وقد أعلن فؤاد الورزازي سحب لائحته فيما سبق بعدما تقرر أن يختار رئيس اللجنة المؤقتة الجديد فريق عمله لتتب حاجية الفريق خاصة بعد إضراب اللاعبين عن التداريب لمدة أربعة أيام بسبب عدم صرف مستحقاتهم ووعدهم بحل مشاكلهم بما فيها صرف المستحقات العالقة من رواتب ومنح المباريات وأشتر منح التوقيع قبل انطلاق منافسة البطولة الوطنية التي ينتظر خلال فريق الكوكب مباريات قوية كفيلة بتحديد بقائه بالقسم الثاني من عدمه وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة للمزيد من الأخبار جلونا على الموقع الإلكتروني صفيبوت.com إلى اللقاء